خضعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين لجلسة تصوير بمنطقة الشام الأديمة بالعاصمة السورية دمشق موقع فوشيا تواجد مع سوزان يلي حكت لنا عن هالجلسة وأهمية اختيار المكان بالنسبة لألة كمان دردشت شوي مع الفريق يلي كان موجود معه ويلي خبرنا كيف رح تكون أطلالة سوزان وطريقة التعامل وتبادل الآراء بين الطرفين أول شي كتير مشتاقة للشام والسورية أنا ما كتير بغي بس هاي المرة شوي طولت حبيت أني أعمل سيشن تصوير مع دمشق القديمة لأنه دمشق القديمة بتعني لي كتير كتراث وكتاريخ وكذكريات حتى كمهندسة معمارية أول سنة وثاني سنة كانت بحواري الشام القديمة فقالي مع ذكريات مع حجارة ومع أشجارة ومع شوارعة فعلا وبتعني لي كتير كماضي وكحاضر وكمستقبل والذكريات كتير كمان مع رفقاتي مع أخواتي مع عيلتي مع أولادي بهذا المكان اللي كتير بحبه فحبيت أني أعمل فوتو سيشن جديد إنقل فيه هيدا الروح الشامية للعالم كله هالمرة هي اختارت مادام سوزان تعمل السيشن بباب شرقي فحبيت بعد عن البروكار والأحرف اللي بطرزة والإشها العربية عملنا شي مودر صممت مجوهرات على الأوتفت عملنا شي كتير جنون وكتير شي مودر على شي حيتصور بباب شرقي شي معتق وقديم مادام سوزان هيدا ما أول تعامل معي وهي كتير بتوسق فيني يعني هي ما شافت الأوتفت اللي عملت لياههم إلا لمبارحة يعني جبت لياههم إتلا هيدون خنل بسوءاتي أوكي أنا إن معك فهي من الأشخاص اللي بتعطي السيئة بتسيمل إلا نحنا خطرنا شي مودرن سوري ما عمي طلع صوتية شي مودرن هي حبة كانت الشامي بس نحنا منصور بالشام القديمة بس نحنا عملين شي مودرن إلا لا أبدا ما في خلاف يعني نحنا متفئين أصلا لأنه نحنا جروب كامل مثلا من تصميم الأزياء للمصور للميك أب فنحنا متفئين على هذا الشي ومتفئين مع أصلا يعني فما منتعذب بهذا الشي أبدا مع أو مع أي حدا تاني هلا مثل ما قلتك أنه بعد غياب للنجمة سيزان نجمة دينو هيدا أول تعامل اللي إلي معه فلي حيكون أنه عاملين ميكس كتير حلو بين الشام القديمة والستايل الفاشن اللي إنا لها الألوان اللي مختارين حتى تلبسها هي فهيكون في شيء شوي متناقط بس حلو كتير وحباين أن نكون شام قديمة مشان هيدا الغياب نطلع شوء للشام فيه هلا أكيد أول تعمل مع أي نجمة بيكون فيه شوي عندي قلق قبل يمكن ما خوفا من النتيجة خوفا من مثل ما قلت إذا بدي شوي أعرف بس شو اللي بيخليها تكون رضيانة شو اللي بتحبه شو اللي ما بتحبه هذا الحكي بيبين بعد أول عشر رقطات بعد الملاحظات بنعرف بقى كيف نكمل تصوير سوزان حدا كتير سلس بالشغل حقيقة أنا قلي سنتين تقريبا بشتغل معها تنسيق إعلامي واللي بحب بسوزان إنه هي دائما بتحب الشغلات الجديدة وهي حدا مستمع لآراء الكل وبتسمع شو فيه وبتحب تتابع كل شي آخر موضة شو تدارج على السوشال ميديا وبالدراما شو موجود بتحب تمشي بشكل عصري والليوم هي اختارت تعمل شي إلو بيروح الشام سوزان إلى ثلاث سنين ما عملت فوتو سيشن داخل الشام فاليوم كانت هي مصرة إنه بده شوارع الشام لحتى توصل من قلبها هي الرسالة الحلوة لسوريا سوزان على فكرة أروأ حدا بالعالم أنا فعلا بعمري ما شفتها معصبة هي حدا بيمتص الأمور كتير حدا زكي بتعرف كيف تتعامل مع الناس ما بعرف من شو الله تطلع حلوة مفاجأة ما بعرف ما في شي اسمه مفاجأة بس إنه أوكي إن شاء الله يطلع مهضوم ومختلف وجديد وبيحمل هيك الطبع الشامي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر